ابو طلال اللي ما بعرف متل العادة شو عم بيعمل او شو في عنده اليوم يخبرنا حقيقة يعني الطاولة كتير مزفتة يعني هلأ الجديد وقفت انه عالبودجت ما معاش جيبه حدا يعمل الطاولة وين مزفتة هيها طاولة كلها غبر الطاولة جيبوا شو اسمه اللي كان يعملها ولا ما في بودجت كمان بعملها انا بكمة يلا بس الخير ابو طلال كود مارنين ليه جي مع الصب حقيقة نشوفي في مثل بقول الضرب بالميت حرام رايت رايت الضرب بشو بالميت حرام والنح بالميت حرام من احنا لقول لك شغل السعب اللبناني مات واخدوه على الشبانة وكبه فوق اطرابه وقره الفتح علىه وصل بالقبر ولحقينه على القبر بدون نحره ما بسراش معاش تحمل الطاولة يا أخد داليا يا أبو طلال اصدق ضرب ضرب مش قصد شي تاني ياخي بغد النظر بغد النظر الضرب ولا ايبا امدخان ما الدولة حامل كرباج ووقفتك وقول أخ طاح قول أخ طاح قول ففت شايف اوف جرايد ها شوفت ما حقيقة يعني عميت صاخه فينا سلخ معاش تتحمل والله يعني الشعب عم بموت ما بسراش شعلي مداقك علبة اللبنة اللي كنت دايماً نجيب سريطها لبعلمك فيها صار حقها تسعين ألف هلأ بتقوليلي على أي دولار وبتقوليلي ليش هالمنطق بقولك كبت إذا فهمان تسعين ألف حقها لأ أحكيك عن جهة دلق تسعين ألف أنا كنت مفكرة إنه إحنا خلصنا من خبرية علبة اللبنة ولا ممكن نفر أفر يا موت علبة اللبنة معي بيك هلأ سوري سوري مش هيك بيعملوا مع مونة أبو حمزي على MTV المصيبة اللي بتسليك وان إن وزير الأقتصاد بعضبط إنسانه طلع من فترة قال إنه التجار عم ياخدوا كل مصياتهم من منصة صيرفة ليستوردوا بضاعة يعني مثل مفروض أي برودكت يا لبناني تروح نشيبه أنت من السوبر ماركت على سعر السوق السوداء جيبي ما بعرض جيبي حدا يفهمني طب يا حضرة الوزير اللذي نجل ونحترم أنت شو شغلتك بالزبط تخطط الدقون ولا سكساك مش عم بفهم أن السوبر ماركت اللي حد بيتي مسعى اللي بضاعة على البتكون مثلا مين بيحاسبه كل مرة بتقولنا ما عندي شيء مرقبين يكفه يا حبيبي هالجماعة ما بدوا المرقبين هالبدوا القرطة الزعران ينزلوا بالعصيان يخبطون يكسروا يسقوا في سوبر ماركت ويطلعوا على البيوت هاق عبي فهم التاجر مش عم نفهم كله عم يتلعب بالأسعار إذا بان شارع وشارع صدقني 20 متر بيفرق البرودكت 20 ألف و30 ألف و60 ألف هادي كارثة مين بقول لستاب يوم ماظر فاكر استاب يعني يا ابن البهلة واقف مسحى بنفهم شو بتكون بعدان في بعض المناطق اليام كيلو الكهرباء فيها 15 و17 و18 و20 ألف يا دولة الوزير يا حظة حضرة الوزير يعني حدا يهز باكتو شوية شوف شوف تكن تعمله حقيقة لأسر بدي حدا أنه يتصرف على الأرض لأنه نحنا معاش نتحمل قلنا لك أنتح بالميت حرام ما موتنا وبعضهم بدون يلكبوا هلا أنا وزيت يعني انت حاكم مصر في لبنان كمان هير طعم شان نحكي يا حبيب قلبي نحنا كمان لازين نجل ونحترم بس بتصدق إذا بقول لك شي بانا براكتس أنا عن جد بحترمه قادر يلوم خمسة مليون بدوء بالدولار على الشارع قادر يلومهم وهني الفقرين حالهم بده ديق بيعلى الدولار بروح ببيعهم بينزل الدولار بروح وبيشتروا بس عايفين أنه هو لقتهم من كم وانتقى داليا مثل ما عم بقولي غنيت يا بيعزقوها ودولار ويلا وسبت وشتلات ومسوار الطريق وسبت العقلات هو ثلاثين سبتت على الأربعة وثلاثين هو قاعد حط إزر على إزر جيبوه هذا اللي سبت وهو ربعت جيبوه جيبوه اسفقلي الدولار ضربي لأقول لك هاك ويسفقه ضربي عليه ويسحب منه مصطيات دا قبين لوقت ايه بعدين بيقول له اسفقلي يا ضربي تزول يعطيك العافية ايه كله مسبت خمس بليان قادر يلوم من رياض سلامة حقيقة الزلمة مخ ايه الذي شو نزل ونحترم واي يزيب الدخياء على مسؤولية أبات الخياط والجداد ايه احد عشر طابق فيك تصفق احد عشر ضعوية كبير متبلش بالسكوريتي يا فاق يا حبيب قلبي يا أستاذ حاكم مصطي في لبنان فهمنا انت معك دولار ولا معك دولار ما نحنا ضعنا مش فهمانين ساعة بتقول لي في دولار عرفات شو بتعلي سعر الدولار العالم كله بتركب بتجيب ساعة بتقول لي فيش دولار بيقشت سعر الدولار روح اطفو دولار عن الشجر خمسة وعشرين وثلاثة وعشرين بسير روحت العالم اطفت عن الشجر تاني يام الدولار تبينه تتين تسعة وثلاثين وحيات اللي خلقك معاش نتحمل ثلاثة ربعته شجار الدولار السودان لوقه انشالله حالات اغماء ومحالات اغماء احمل لك رسمة بيات نزال هو فيون على جسر اللي فيات وصرف دولار معاش في الا هاك ما هو اخد محلن علي وطلع ونزل وطلع ونزل وعلي ونزل يا حرام العالم اتشقفت عم قولك انت يا شعب الليبناني معاش تحمل ضرب مش شي تاني شعب بلا ضميره وافندقة واخزقة يا ابو طلال لا هاي دي بدي حطت او بتزوروني برومي بكر بنعمل سكايب من فاق نضال بكاسيني على مسؤوليته نضال بكاسيني وريدت المخرجة والارتقوا اللي فاق يلا سميوا الواحد واحد ريته ونضال وولاد حسن الطراط قبل داخجة جايبني سبعة عشر ولا ديور ضفن بالجدد كل يوم شوفوا احد ابي مين انت عموا عزان طراط بدي وراتوا لتحسين خياب اه جايبهم فاش ملعب فوتبال فوطن على الجدد اه جايبهم فاش ملعب فلو 무كتمان اشتركوا في القناة